تخوض الفصائل الفلسطينية شبكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة هذا وأعلنت حركة حماس تمكنها من تدمير سبع آليات إسرائيلية متوغلة في شرق حي التفاح بمدينة غزة وفي شمال مخيم البريج بوسط القطاع بقضائف اليسين 105 و 26 آلية متوغلة خلال 48 ساعة الماضية في حي الدرج والتفاح كما أكدت الحركة تمكنها من استهداف قوات إسرائيلية راجلة في عدد من المحاور فضلا عن قنص جندي وتفجير فتحة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الرئيس الشرق حي التفاح